أيها الأخوة، الأمانة تجر الرزق دقكم، هذا قانون، الأمين موثوق يتمنى الناس أن يشاركون يعطيه الناس أموالهم ليتجر بها أكبر سروة تملكها على الإطلاق أن تكون أميناً أمانتك سبب وفرة الرزق في حديث آخر الأمانة غناً بالمعنى المادي الآن بحق الأعمال التجارية الموظف الأمين مطلوب، وراتبه مرتفع ومركزه قوي، وينمو باستمرار الأمانة غناً الوفاء والصدق يجران الرزق إذا واحد بشركة، وفي بصاحب الشركة لم يضيع وقت الدوام إطلاقاً الوفاء والصدق يجران الرزق والأمانة غناً، ومن يحرم الرفق الله يحرم الخير موسيقى